الفيديو ده هنتكلم فيه عن إزاي أقدر أأبلاي جلوبال فلتر على الكويريز بتاعتي اللي بتحصل من غير ما كون محتاجي أن أنا في كل مرة أكتب الكويري دي أو أكتب الفلتر دوت وأنا بعمل كويري على الانتتي اللي أنا محتاج أأبلاي عليها الجلوبال فلتر ده خلينا في البداية نروح على التابل بتاع أو الكلاس بتاع البوست نزود فيه هنا كمان بروبرتي طيب بتاعه مثلا يكون بوليين وهسميه is deleted تعال انا اد الميجريشن دي هقول له اد ميجريشن سميها مسلا اد is deleted to posts تلاحظ كده ان هو بياد كولوم لالتابل بتاع البوست اسمه is deleted بتاعه في الداتاباز هيكون بت والدفولت فاليو هتكون فولس فما فيش مشكلة في الداتا اللي موجودة دلوقتي هتتأبلاي كلها عليها بفولس وبعد كده هقول له update dash database تعال نرجع على التابل ده في الداتاباز نشوف شكله عامل ازاي دلوقتي هقول له view data هلاحظ ان كل البوستس اللي موجودة عندي اس deleted بتاعتها في الوقت الحالي بفولس بعد كده تعال نرجع تاني على ال program class بتاعنا ونعمل selection لكل البوستس اللي موجودة في الداتاباز فاقول له var posts be equal underscore context dot posts dot to list محتاجين نعمل using للينكيو بعد كده نقول له for each post in posts اعمل له console dot write line ليه مثلا التايتل بتاعه وتعالى run الكويري بتاعته تلاحظ ان هو جاب كل البوستس اللي موجودة في الداتاباز اللي هم الخامسة اللي موجودين حاليا في الداتا تعالى نغير مثلا اتنين منهم نخلي الاس deleted بتاعتهم بترو هقول له مثلا ده true وده كمان true لكن طبعا لان احنا مش عاملين اي فلترينج على الداتا فبرضو دلوقتي لو عملت run مرة تانية هلاحظ ان انا برضو عندي الخامسة موجودين كلهم فهاجي هنا قبل ال dot to list هقول له dot where اني مثلا ال p goes to p dot is deleted بفولس وارجوك بلاش تكتب equal equal false ولا equal true طبعا وكنا تكلمنا على النقطة دي قبل كده وتعالى نرن ال application دلوقتي هتلاحظ ان هو عمل selection بس من الداتاباز للبوستس اللي الاس deleted بتاعتها negative او بفولس ولكن ده معناه ان انا في اي مرة بحتاج ان انا اعمل selection لبوستس من الداتاباز لازم اضيف ال where او الجزء بتاع الفلترينج ده لازم اضيفه في كل مرة وفي اي مرة هتنسى اضيفه فيها هيحصل selection للبوستس اللي معمول لها delete سواء كانت بترو او بفولس طيب ازاي اقدر احل مشكلة زي دي في حالة ان انا عاوز احمي نفسي انه انا بكتب الكود دايما انا مش محتاجة select اللي الاس deleted بتاعتهم بترو في كل الاحوال مش عاوزهم فقدر احمي نفسي باستخدام ال global filter ده ان انا محتاجش اكتب دي تماما خلينا نمسح الجزء ده ونروح مرة تانية على ال application db context بتاعتنا ونروح على l on model creating هاجي هنا مثلا هقول له model builder dot entity select الانتتي بتاعتنا اللي هي البوست وبعد هنا هقول له dot has query filter وهنا ادي له ايه الفلتر بتاعي اللي انا محتاجه يكون موجود globally على الانتتي دي فهقول له مثلا p goes to p dot is deleted تكون ب negative تكون ب false يعني وتعالى نرجع تاني هنا عشان نتأكد ان احنا مساحنا ال where خالص ونعمل run مرة تانية هتلاحظ دلوقتي ان هو برضو عمل selection بس للبوستس اللي ال is deleted بتاعتها تفولز وده معنا ان انت في اي مكان في ال application بتاعك بتعمل selection للبوستس الفلتر ده هي تابلاي عليها ايا كان المكان اللي انت بتستخدم فيه الكويري ديت طيب بنفس المنطق ده لو قفلنا الجزء ده ورجعنا مرة تانية على ال on model creating اقدر هنا ان انا اابلاي اي فلتر انا عاوزه اقدر اقول له مثلا ال p dot title dot contains خلينينا مثلا اقول p dot title dot contains واقدر هنا ادي له كريتيريا معينة مثلا لو لقى حرف معين او كلمة معينة لو لقى هم موجودين جوه التايتل اللي يبتدي يسيلكت ال data لو مش موجودين ما يسيلكتش ال data المقصود ان انا اقدر اضيف اي فلتر انا محتاجه اقدر اضيفه في الجزئية دي وهيتابلاي على اي كويري تحصل على ال entity اللي انا مختارها هنا فخلينا نرجع مثلا الجزء ده مرة تانية ونشرح example تاني هرجع مرة تانية هنا خلينا مثلا comment الجزء ده ونيجي هنا نعمل variable تاني هقوله المرة دي blogs وقوله blogs دي بت equal context dot blogs dot list وبعد كده نستخدم for each فقوله for each blog in blogs وبتدي هنا اقوله console dot write line البلوج dot خليه مثلا ال id او البلوج id احنا نسمينه بلوج id منران ال application اللاحظ دلوقتي ان انا عندي ال ids من واحد لخمسة ده معناه ان كل البلوجز اللي موجودة في ال data base بتاعتي حصل لها selection طيب خلينا نروح مرة تانية على ال application دي بcontext نقبلاي عليها global filter فهاجي هنا كده اقوله model builder dot entity off البلوج dot has query filter وبعدين اقوله b goes to b dot posts dot count اكبر من zero طيب ده معناه ايه ده معناه ان هو لو لقى اي بلوج ملهاش بوستس مش هيحصل لها selection من ال data base خلينا نعمل save ونرجع هنا مرة تانية ونرن ال query بتاعتنا هتلاحظ دلوقتي ان هو عمل selection بس لل two blogs اللي ليهم بوستس في ال table بتاع البوستس وده معناه ان انا اقدر اعمل filtering حتى على ال navigation properties اللي موجودة عندي جوه ال entities بتاعتي طيب اخر نقطة حابين نوضحها هنا هي لو انا حبيت اعمل query لكن محتاج فيها ان انا الغي او اعمل ignoring يعني ليه ال global filter اللي احنا دفناه في ال application db context بتاعتنا خلينا اول نقفل ال application ونيجي هنا احنا المرة دي لما عملنا run اختار عندنا بس ال two blogs اللي ليهم بوستس علشان ال global filter لو محتاج اجنور ال global filter ده هاجي هنا ببنتها البساطة اقول له .ignore query filters وبالتالي محتاج اعمل using microsoft.entity framework core وتعال نرن مرة تانية ال application دلوقتي هلاحظ ان هو عمل اجنور تمام من الفلتر اللي موجود في ال application db context وعمل selection ليه كل البلوكز اللي موجودة في ال database بغض النظر كان ليها بوستس او لا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي شكرا شكرا